والأهلي كحكم فيديو ولغى هدف بصعوبة كان لفريق المصر وكان قرار سليم جدا من الكابتن طارق مجدي مساعد أول هشام الدسوقي مساعد تاني هشام ماطلب حكم رابع جلال أحمد وفيه تقنية الفيديو مليون علامة استفهام ليه؟ نهاردة حكم الفيديو الكابتن واقل فرحان ومساعد حكم فيديو الكابتن محمد علاء هاشب واقل فرحان أنا بس عندي عليه ملاحظة ودي مش الملاحظة الأولى ولا التانية دي الملاحظة التالتة والربعة السنة دي في مباراة الأهل ومصر المقصة في كأس مصر ارتكب خطأ يعني لولة الحظ أو الظروف أن اللاعب في المقصة طرد وخرج كانت ممكن المباراة يكون فيها مشكلة إدارية لأنه قد إنذار للاعب ثلاث مرات وفي المرة الثالثة بيطلع له الكارت الأحمر فبالتالي ده خطأ المفروض الحكم يكون بيركز كويس جدا جدا جوه المباراة الخطأ ده اللي ارتكبه في المطش كان ممكن يعمل أزمة فنية أو إدارية بخصوص نتيجة اللقاء لكن في النهاية اللاعب خرج وبالتالي ما حصلش أي تأثير على نتيجة اللقاء لكن خطأ زي ده ما ينفعش يمر مرور القرام على لجنة الحكام الشخص المسؤول عن التعينات أنا قلت قبل كده اسمه الكابتن أحمد أبو العيلة مليون علامة استفهام على هذا القرار وعلى هذه التعينات في الفتر الأخير النهاردة وقع الفرحان موجود حكم فيديو بعد الخطأ اللي ارتكبه في مطش الأهل والمقصة في دورة 16 لكأس مصر وده مش بعيدة ده من أيام وليلة جدا النهاردة حكم فيديو أتمنى يكون في كامل تركيزه في مباراة النهاردة لأنه السنة دي خد مجموعة من المباراة كتيرة جدا مش أقل من 18-19 مباراة في الموسيب طيب ده قيمة الفريق وده طاقم تحكيم مباراة النهاردة آخر أخبار الفريق وإزاي الأهل بيستعدوا للقيمة النهاردة 20 لا لاعب فقط كل ده نعرفه من خلال لازمنا فاروق صلاح موفاة قناة